في ناس راجع من المصيف وعندها ربما بعض المشكلات الجلدية يعني لسه مازال برضو المصيف في ناس بترجع وعندهم بعض الأمور محتاجة تتعدل قبل ما تدخل في مدارس أبرزهم ايه من وجهة نظرك يا دكتور عيني؟ بالنسبة للأطفال أكتر حاجة بتيجي مع الصيف حاجة اسمها أنه خالة البيضة تبص لأ الأطفال عندهم فنشوم بقع بيضة بس لنها باهت مش أبيض ناصر وعليها قشرة خفيفة قوي مش كده سمو أنه خالة البيضة وده بيجي من تعرض الشمس كنا زمان بنعتقد أنه ده نقص الفيتامين أهل في أولا طبعا مش نقص الفيتامين ولا طفيلات في الماء ده زي ما كتناس بتقول ده من الشمس نوع ما أولي حسيها رد فعل الشمس اللي بيقلل الناس ايه بيبقوا خايفين ده يا ترى ده بوهاء ولا لأ أي حد بيشوب بقع بيضة في جسمه بيتلبش بيخيب بوهاء فبقى أنا بطمينهم ده حاجة معروفة ما أنه خالة البيضة وعلاجها سهل جدا والطفل بعد ما يرجع بالشوهين بتروح لوحدها لكن أحيانا بتبقى الأم مستعجلة لشان مدرسة ما فيه كريمات خفيفة تدين اصطبحوا بالليل اتعطى تربع سيبقى الطفل بتضيعها بيخفرها ده بنبقى السوارين الكوار طبعا خاصة البنات والسيدات نسوا نفسهم طول السيف وحطت الفول ميكب وخرجت في الشمس كنا بنشوف الكلام ده وعادة على البحر عشان الانستجرام با يا دكتور هاي بيكون نتكتور ايه بقى تتكون بقع صمرة اي على الوش وتقولك أنا عندي بقع وشكلها ووحش ولما ده نتيجة تفاعل المستحضرات التجميل مع عشان الشام فدول أكتر مشكلتين بيجوا غير طبعا الأمراض الجدائعة دي لما مثلا التانية اللي بتيجا عاية بقع بيضة وبني عند الناس دي برضو بتزع مع الحرارة ومطوبة حمونيل لازال لسه ليه أثار هيبدأ يقل إنما دي أكتر مشاكل بنشوفها في الصيف بعد انتهى الموسيقى